موسيقى كانت محاضرتنا اليوم عن تطوير قطاع الاستزراع في المياه الداخلية والمبادرات اللي قامت بيها وزارة البيئة والمياه والزراعة والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية لتدعيم صناعة الاستزراع والممكنات اللي حيأت لتطوير الصناعة ورفع الانتاج المزارة مشكورة وضعت مستهدفات عالية جدا تتواءم رؤية 2030 كانت من أهمها مثلا أنه رفع الانتاج الاسماك في السعودية في نفس الوقت يوائمها أنه زيادة الاستهلاك للفرد من نصيب الاسماك وما شاء الله تتكلموا أن النصيب الفرد وصل حتى 13 عندهم مستهدف أنهم يوصلوا إلى 16 و22 كيلو التوطين الصناعة، التوطين التقنية، التدريب واستثمروا حقيقة في التدريب وتدريب الكفاءات وهذه كانت كلها بإذن الله أنها من المبادرات اللي عملت على تحقيق الملموسي اللي نشوفه اليوم في رفع الانتاج في عام 2015 إلى 2018 كان في حدود الـ 25 ألف وارتفع حتى عام 2018 ووصل حتى 75 ألف وخلال عام 2021 تعدى المية ألف طن ترجمة نانسي قنقر